موسيقى أهلا بكم متابعين الكرام إلى هذا الموعد وحصة الحادثة التي تأتيكم على المباشر من الأستوديوهات للشروق الإخبارية كثف عضاء الحكومة من خرجاتهم الميدانية ساعات قليلة قبل انتهاء هذه الحملة الانتخابية والتي تستدعي المواطنين للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقرر بتاريخ الفتح من نوفمبر القادم تحت شعار من نوفمبر التحرير إلى نوفمبر التغيير إنزال حكومي واسع على الميدان وهذا من أجل الترويج للدستور ولهذا المشروع لتعديله لمناقشة هذه الحملة ولأترأي الموضوع معي هنا بالستوديو كل من الأستاذ نوردين بن برام هو كرئيس جماعية أضواء رأيين لحقوق الإنسان أهلا بك معنا مساء وكسعيد مساء الخير الأخت ويسام شكرا على كريم الدعوة أهلا بك معي كذلك بالستوديو الأستاذ علي ربيج هو كأستاذ العلوم السياسية بالمدرسة العليا العلوم السياسية وكمحلل سياسي أهلا بك أهلا بك معنا البداية ستكون معك إذن أستاذ نوردين وقبل انتهاء الحملة الانتخابية المقررة وهذا في إطار مشروع تعديل الدستور إذن الشعب والمواطنين سينتخبون على المشروع بنعم أم لا وطبعا هذا بتاريخي الفتح من نوفمبر الداخل ساعات قليلة من ازدال استطار على هذه الحملة تقييمكم يقينا أنه تقييم الحملة الانتخابية لابد أن يكون أيضا خاضع إلى أدوات تقييم هذه الحملة الانتخابية بمنهجية تعخبرة تتحدث على وصول الرسالة التي تحملها هذه الانتخابات للمواطن أي التواصل مع المواطنين وأيضا شرحتها الدستور لأنه طبيعة هذا المشروع الذي سيقدم الآن أو هذا العرض الذي تقدمه السلطة للشعب الجزائري في خطوة الأولى لإصلاحات وهي الدستور مربوطة أيضا ما هيش معزولة مربوطة أيضا بسياق سياسي سياق سياسي يتمثل في المرافعات تعالجزائريين والجزائريات في الحراك الشعبي الأصيل الحراك الجزائري ليرفع صقف مطالب كبيرة جدا ما هيش بعيدة على هذا السياق أيضا اللي نعيش له الآن لأن الناس الآن تملك قدرة للتحليل والتواصل والتفاعل يقن أن الأدوات اللي الآن مستعملة في هذه الحملة وأيضا يستعملها المواطن مختلفة على المراحل السابقة نتكلم مثلا على الفيسبوك والأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية كلها تساهم في معرفة الناس بسواء بالموافقين أو المساندين لهذه التعديلات ولهذا الدستور أو المعارضين لأنها بنية على أساس الحرية فلذلك اليوم لما نجي نعمل تقييم لابد أيضا أننا نكون عندنا هذه الأدوات اللي ربما في الجزائر قد تكون في المستقبل على غيرار صبر الأراء تعتجاهات الناخبين لتندانس إلكتورال لتندانس اللي نقدر نفهمه من خلالهم التفاعل المواطن مع مضمون هذا المشروع تعديل الدستوري هل الرسالة وصلت هل فيه وضوح هل الذين سندوا كقاعدة اجتماعية لهذا المشروع الدستوري سواء الحزب السياسية أو جمعات مجتمع مدني أو وسائل الإعلام قدر توصل الرسالة للمواطن لفهم هذه المواد وفهم أيضا هذه العلاقة بين هذه المواد وبين المرافعات السياسية للتغيير للحراك الجزائري وأيضا للمكونات السياسية في الجزائر هذا مهم جدا لأن الوثيقة الدستورية هي ليست فقط مجموعة من المواد هي كما قلت لك مربوطة أيضا بسياق سياسي اقتصادي اجتماعي جد خاص وتختلف أيضا على المراحل السابقة تختلف تماما ثانيا المحطة الانتخابية الحالية تختلف أيضا هي ما فيهاش تنافسية مربوطة بمعاهده الجزائريين عن انتخابات رئاسية مثلا فيها تنافسية واضحة حول برنامج وحول أشخاص أو الانتخابات برلمانية أو محلية المنفعة تحتكون مختلفة فلذلك اليوم أيضا مع الجائحة تعالي كورونا تعالي كوفيد 19 نجد أيضا أن التجمعات بالمفهوم الجماهيري وبالمفهوم الشعبي وبالمفهوم أدوات أخرى للتعبير على هذه العملية مختلفة لأن الناس أكثر تجد سهولة في التواصل عن طريق النات وعن طريق الفيسبوك وتويتر أنها تبحث وتفهم وتقدم أراءها بشكل حر سواء كانت موافقة أو مختلفة أو لديها أراء عديدة المهم أن هذا التفاعل لحدث خلال هذا المذمار على العمليات الانتخابية أو ما يسمى بالاستشارة الشعبية حول هذا التعديل الدستوري الرسالة التي هي بين متناول الجزائرين والجزائريات وهناك وعي كبير جدا من طرف الجزائرين في التفاعل مع هذه الوثيقة بآرائهم وهذا ما سيتجسد يوم واحد أو النوفمبر الناس تملك الحرية الكافية والكاملة للتعبير عن آرائها بالنسبة لهذه الوثيقة الدستورية طبعا لكن قبل هذا يجب أن تصل الفكرة للمواطن طبعا هنا أعود للأساد علي ربيج لا تعتقدون أن رسالة وصلت للمواطن طبعا في إطار فتح الباب أو الأبواب أمام المواطن والشعب الجزائري لإصلاح سياسي عميق وهذا ما كان أكده الرئيس عبد المجيد تبون بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيدتي ولي ضيفة كامس المردين وكل المشاهدين أهلا لك ربما أعتقد أن الحديث على الحملة الاستفتائية وليست الحملة الانتخابية لأننا الآن بصدد التحضير إلى ذهب إلى استفتاء وهذا الاستفتاء سيخضع إلى السؤال والذي سيكون الجواب بنعم أو لا على وثيقة وهي وثيقة الدستور وهي واحدة من المطالب التي رفعت خلال الحراك المبارك والشعارات التي رفعت من خلال مطالب للتغيير وأعتقد أنه أول محطة كان ولابد أننا نذهب إليها وذهب إليها الكثير من المترشحين الأحرار على غير الرسيد عبد المجيد تبون كل برامج التي تم رفعها من خلال المترشحين الخمس تضمنت مسألة إعادة النظر في الدستور ومراجعة الدستور لأنه كان فيه اختلالات عميقة وكبيرة في الدستور 2016 على الرغم من فيه أنه فيه أشياء إيجابية ولكن كان فيه اختلالات ربما هذه الاختلالات تم أرادة شخصية عبد المجيد تبون أنه يصلح هذه الاختلالات في الدستور 2016 ثم تقدم هذه الوثيقة وهي واحدة من الوثيق ذات أهمية كبرى في مسألة النصوص التشريعية والنصوص القوانين لأن كل القوانين العضوية التي تصدر بعد هذا التعديل الدستور ستأخذ روحها من هذا الدستور ولهذا أعتقد أنه السؤال هل المواطن الجزائري يدرك أو أدرك أو أنه انخرط في هذا النقاش هو بمجرد نزوله إلى الشارع في 22 فيفرين أدرك مدى أهمية المرحلة وخطورة المرحلة فنزل إلى الشارع وعبره بطريقة سلمية وحضارية عن مواقفه وعن مطالبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا أعتقد أنه اليوم المواطن الجزائري سيكون بمنأة أو بشكل ما بعيد عن هذا النقاش الذي الآن يدور من خلال هذه الحملة التي رأيناها مدة 20 يوم ربما الفارق بالنسبة لي أنني لاحظت كمراقب وكملاحد هو دخول فاعل آخر وهو فاعل جديد في المشهد السياسي وفي العملية السياسية وهي الحركات والجمعيات الوطنية التي تنشط في الولايات وعبر كامل تراب الوطني وفي قطاعات مختلفة في هذا الشأن وهو الشأن العام الحديث عن الدستور الدستور ليس لرئيس الجمهورية أو للحكومة أو للحزب أو للمجتمع المدني هو الدستور هو الذي سينظم الحياة بكل تجليته فيما بعد 1 نوفمبر لأننا اليوم ندرك أن هذه الوثيقة هي واحدة من اللبنات التي يمكن خلالها أننا نبني لمرحلة جديدة الاشتراك أو ما يسمى بدخول المواطن على الخط من خلال فهم هذه الرسالة أن هذا قد من خلال منصة التواصل الاجتماعي التي أصبحت بالنسبة لنا كمعيار ممكن من خلاله نفهم لتندنس التوجهات التي ستكون موجودة داخل المجتمع في ظل غياب زميلي نوردين ما يسمى بمراكز صبر الأرى هذا واحدة من الأشياء التي تفقدنا كمراقبين وكملاحظين من قراءة المشهد العام ولكن أعتقد أن منصة التواصل الاجتماعي وما يحدث من نقاش ومن نقاش كبير وواضح وانخراط فئة الشباب في هذا النقاش سواء بنعم أو بلا ولكن هناك نقاش عبر هذه المنصة التواصل الاجتماعي أنتم كوسى الإعلام انخرطتوا بشكل واضح في هذه المسألة من خلال هذه التغطية لهذه النشاطات سواء النشاطات لوزراء أو لجمعيات أو حتى لأحزاب لهذا أنا نظن لا يتوقع البعض أن تكون الحملة الاستفتائية مثل الحملة الانتخابية غير صحيح لا يمكن أننا نقيس أو أننا نفهم أو أننا نحلل الحملة الاستفتائية للدستور مثل الحملة الانتخابية لرئاس الجمهورية أو برلمان لأن المصلحة لأن الأحزاب السياسية تعمل على أنها تنشط تلك الحملة الانتخابية لأن النكهة والموضوع والأدوات قد تختلف من الحملة الاستفتائية للحملة الانتخابية ولكن مع هذا أنا كمراقب حسيت بأنه فيه نوع من الديناميكية في هذه الحملة وفي هذا الحراك السياسي خاصة هذه الجمعيات التي شاركت وشاركت بقوة جامع بالحديث على الديناميكية نتحدث ويقابله إنزال حكومي وطبعا من طرف أعضاء حكومة عبد العزيزة جراد سجلنا إنزال عدد من وزرائي الحكومة إلى الميدان وطبعا هذا في إطار الترويج لمشروع تعديل الدستور حيث طبعا نشطوا جمعيات وتجمعات شعبية لإقناع المواطنين بأهمية المشاركة طبعا في هذا الاستفتاء والاستحقاق المقبل والمقرر بتاريخ الفتاحة من نوفمبر هل تعتقدون أن هذه الخراجات الميدانية أستاذ ستعطي بثمارها؟ لابد أن نتحدث على الهيكلة السياسية حاليا قبل أن نمر إلى الجواب على هذا السؤال لماذا الهيكلة السياسية؟ إفرازات الانتخابات الرئاسية أفرص رئيس الجمهورية يقين أن لديها حكومة البلد المرافعات السياسية للشعب الجزائري تريد تغيير التغيير حتى المؤسسات الخطوة الأولى دارت قبقات خطوات أخرى ينتظرها الشعب لتشكل في القاعدة الاجتماعية للحكم التي تبنى على أغلبية وتبنى على معارضة هذه الإفرازات الجديدة لم تتم لأنه لا بد من الرجوع إلى المانويل لهذه الإفرازات وهو الدستور الذي سيغير من خلال قانون الانتخابات وغيره حتى تفرز الآن هذه القاعدة الشعبية التي لو وجدت في هذه المرحلة لكن هي الأكثر التساقا بالترويج سواء للدستور أو لقضايا أخرى فلذلك ما هو موجود؟ هو الحكومة لأنها من إفرازات رئيس الجمهورية والذي وضح هذه الحكومة بحكم الشرعية الشعبية يعطيها للرئيس عن طريق الانتخابات الرئاسية السابقة وأيضا هناك تفاعل حول هذا المشروع السياسي مع مكونات الأحزاب السياسية وجمعية المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والإعلام وغيره وحتى مع المعارضة التي تبدأ أراء مختلفة حول هذا الموضوع فهذه الوضعية الآن يرى الهيكلة لا موجودة حاليا وربما لو كنا استبقنا الزمن والوقت لكن نقاشنا يتحدث على مكونات أخرى الحملة الاستفتائية فلذلك أنا أتصور أن المشروع هو مشروع سياسي لرئيس الجمهورية الذي هو عصارة ونتاج لهذه الاستشارات السياسية المختلفة سواء مع اللجان التقنية أو مع الأحزاب السياسية هذا هو المنتوج الآن هناك من يريد أكثر وهناك من يريد إنقاس وإضافة وغيرها هذه العملية الديمقراطية وهذا المنتوج لها متوفر في هذه المرحلة يقينا أن هذا يحتاج إلى ترويج يحتاج إلى مدافعة يحتاج إلى من يدافع على هذا المشروع من يدافع على هذا المشروع طبيعة الحال أعضاء الحكومة وكل من له أيضا دعم لهذا المشروع السياسي وهو التعديل الدستوري سواء بنعم أو بلا لأنه الرهان الحقيقي الآن بالنسبة لهذه المحطة أنا أتصور أنه جاوزنا موضوع نعم أو لا أنا في اعتقادي في قراءتي هو مربوط بمكون آخر مهم بالنسبة للمجتمع ومهم بالنسبة للمؤسسات وهو المشاركة الشعبية طبعا حتى هناك بالنسبة لمن يروجون وسواء من طرف المجتمع المدني وحتى من المزارع يدعون المواطنون طبعا للمشاركة في هذا الاستفتاء سواء قد تكون طبعا لإجابة بنعم أو لا والاستفتاء لكن المهم هو المشاركة طبعا في الاستفتاء أنا قلت أن المشاركة في الاستفتاء من عدمها هي أيضا منتود سياسي لأنه هناك من يدعو إلى المشاركة وهم يدعو للمقاطعة هذا هو الرهاني رهي موجود في هذه الانتخابات وأيضا بالنسبة لموضوع نعم أو لا أنا من يقين أنه سيمثل رأيي واتجاهات الناخبين يوم 1 نوفمبر ولكن هو يمثل أكثر جواب للعرض السياسي المقدم من طرف رئيس الجمهورية من طرف السلطة الحالية للشعب الجزائري للخروج بأول خطوات للبدائل السياسية والاستجابة للحراك الشعبي وأيضا الاستجابة للديناميكية السياسية لتنتج لك الآن بداية خريط طريق في البلد هذا مهم جدا يقين أننا نتحدثنا على هذه المكونات السياسية التي نتحدث عليها لكن في علاقتها أيضا مع الحملة الانتخابية لم نشهد عمليات عنف في هذه الحملة الانتخابية عفوا نرجع دائما الحملة الاستفتائية لها الاستشارة الشعبية لم تظهر هناك عناصر عنف العنف لأنه نتكلم عليه كمراقبين دوليين لعملية الانتخابية أنا شخصيا رقبت الانتخابات في عديد من الدول في آسيا وفي منطقة العربية وفي إفريقيا نتحدث دائما على موضوع الحرية هل هناك أشخاص ضغطوا عن الناس أنهم لا يشاركون أنا ما قريتش يعني في كل تقارير إعلامية وكل رصد إعلامي على أشخاص منعوا تجمعات أو أن الناس أجبروا الناس على التجمعات وهذا عنصر مهم جدا علاش لأنه قاعدة الحرية هي مهمة جدا ثانيا ما توفره الآن وسائط التواصل الاجتماعي صدقيني أنه هناك ديناميكية أخرى يعيشها الجزائريون في هذه الوسائط نفتح ملف هنا ونقطة مهمة جدا ربما معكم الحديث الآن طبعا حول رقمنة القطاع في إطار الترويج للدستور هناك خبراء يؤكدون أن الترويج للدستور عبر منصة التواصل الاجتماعي شبه غائب مع أنه طبعا بالنسبة للترويج بمواقع التواصل الاجتماعي أهمية كبيرة طبعا حسب ما يعيشه المواطن حاليا لكن ولا كمن يؤكد من خباراء أنه العمل على الترويج بمنصة التواصل الاجتماعي شبه غائب ما قد يؤثر على العملية والحملة شبه غائب من أي جهة من المؤسسات الرسمية للدولة طبعا لا هو أنا نظن منصة التواصل الاجتماعي حتى نبحث عن آليات ووسائل لإفراغ محتوى هذه المنصات هل هي مع أو ضد فكرة الدستور أو الترويج صعب جدا لأنه ما تنسيش أنه كان بعض المنصات أو بعض الفئات أو بعض الجماعات المشكلة يا أستاذ ليس فقط بنعم أم لا المشكلة هو الترويج وبالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي هو تنوير الرأي العام بمضمون التعديل الدستوري هي النقطة للبامة التي وجب أن نتطرق إليها هي تنوير الرأي العام وطبعا فيما يخص مضمون التعديل الدستوري هل اطلعتهم على الدستور هذا ما يتضمنه الدستور هذا هو واجب السلطة لحد الساعة عبر منصة التواصل الاجتماعي أكيد لأنه كما قال السينوردين هو عبارة عن عرض سياسي وهذا العرض يجب أنك أنت تعرف كيف تروجي لهذا العرض ومحتوى هذا العرض ولكن أنا نظن أنه مدام الدستور منذ بداية منذ المسودة الأولى ثم بعد ذلك مراجعتها من طرف لجنة العربة ثم خروجه عن طريق مشروع الآن ليوم تروح نظن خذاء حيز من الوقت ومن الزمن وإن كان فيه إمكانية للناس تطالع عليه الآن هذا الدستور و هذا المشروع هو في متناول الجميع يعني يمكن أنك تحملي هذا المشروع وتقرائه وتم مناقشته في أكثر من مناسبة وأنا شخصيا شاركت في كثير من نداوات وإن تم منقولش ترويج ولكن شرح محتوى هذا الدستور بنعم أو بلا أو مع ما جاء فيه أو ضد ما جاء فيه لكن هذه الفضاءات التي تم استحداثها كانت فرصة للمواطن أن يتابعوا خاصة عن طريق وسائل الإعلام الثقيلة الإشكالية هي عند بعض البعض ربما هو بالنسبة له رافض هذا المصال منذ البداية بمعنى رافض المصار للانتخابات الرئاسية رافض المصار أننا نذهب إلى مرحلة جديدة أو ما يسمى بها انتخابات أو بتعديل الدستور لأنه الآن نرجع للحمالة الانتخابية إدارة الحمالة الانتخابية تأتي عن طريق فئات أنت الفئة اللي تعرف باللي هذه فئة ما هيش راح تصوت لك لك أنت عليش تروح تضيع وقتك فيها مثلا أنا نظن ولكن ما هذا ما يمنعنش باش أننا نسمع صوت الآخر والصوت المعارض لأنه اللي راح يقول لا عنده موقفه وعنده أسبابه لي تقول لا ولكن لي عنده نعم واللي هو عنده موقف أنه يمشي يصوت أولا ذهاب إلى تصويت يوم الاستفتاء هذا بالنسبة لي أنا ستناكي هذا إنجاز لأنه شفنا في الانتخابات الرئاسية شفنا بعض الممارسات وسينا نريد أن تكلم على أن هذه الحملة الاستفتائية تمت في ظروف طبيعية وعادية لم نشهد ولم نسجل استرابات أو تجاوزات لفظية أو حتى جسدية أو عن طريق استعمال العنف بالنسبة لهذا تطور لأنه لاحظنا في الانتخابات الرئاسية 12-12 وين تم التعرض لبعض المواطنين لما راح وينتخبوا تم التعرض لهم عن طريق العنف اللفظي وحتى العنف الجسدي اليوم إذا تقدمنا في هذا المسار بطريقة سلمية وهدئة نحو إجراء هذه الاستفتاء كنت مع أو ضد هذا الاستفتاء أنا كمراقب كملاحظ نشوف الأجواء التي تحضر فيها هذا الاستفتاء وكذلك الإنخيرات والإنخيرات على المواطن في الأخير لأنه أنا بالنسبة لي في الأخير لما رئيس الجمهورية وضع هذا الاستفتاء أمام الشعب حتى بالنسبة له تحدي رهان لأنه كأنه يعاود يدير نفسه في الميزان ويشوف مدى اهتمام المواطن ومدى تسكية المواطن لسياسته ولبرنامجه وهذه بالنسبة لنا قلت في أكثر من المرة نوع من الشجاعة السياسية بنسبة له أنه أخذ هذه الخطوة اليوم نشوفه ردة الفعلة على مستوى الشارع على مستوى السندق على نسبة التصويت نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء نظن هذه الأرقام التي ستخرج بعد 1 نوفمبر سنبني عليها الكثير من التحاليل فيما يأتي من قابل الأيام خاصة في المواعيد الانتخابية الهامة خاصة على مستوى الانتخابات البرلمانية أو المحلية إذن هي خطوات وهي مراحل كل خطوة تؤشر لمرحلة ما بعدها طيب الآن الحديث ودائما في إطارية تقييم بالنسبة للحملة للاستفتاء على تعديل الدستور أعود لك أستاذ نوردينة بن إبراهيم الحديث الآن وفي إطار تقييمكم لهذه الحملة للاستفتاء على تعديل الدستور ربي رأيكم هل ستكون ربما نتيجة محسوبة بفارق كبير لأحد الخيارين سواء نعم أم لا هل ربما تظنون أستاذ أنه سيكون ربما تكون نتيجة متقاربة نوعا ما رأيكم يهمنا أستاذ هذا سؤال هذا سؤال كبير ولا أملكنا القدرة الكبيرة جدا فيطر الاستشراف أستاذ دائما نعم نتحدث في البداية أنه للوصول إلى مثل هذه النتائج لابد من أن تكون عندنا معرفة اتجاهات الناخبين لتندانس اتجاهات الناخبين مربوطة بعوامل عديدة مصلحة الناخبين أولا تفاعل الناخبين مصداقية الأشخاص الذين يقومون بالحملات الانتخابية مع الناخبين هل استطاعوا فعلا أن يشدوا من انتباه الناخبين والمواطنين ثالثا مدى تطلعات أيضا الناخبين لهذه الوثيقة الدستورية لتغيير نمط الحكمة في الجزائر وأيضا لتغيير وتقديم الأجوبة لاحتياجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية المختلفة هذا مهم جدا باش نقدر نزيد جواب أكثر على هذا الموضوع حتى أكون يعني منهجي وعلمي في هذا الطرح يقين أن في الدول التي تريد أن تصل إلى مثل هذه الأجوبة بشكل مسبق قبل حتى بشكل نسبي بطبيعة الحال قبل حتى موعد الاستفتاء أو موعد الانتخاب هناك هيكلة للنظام الانتخابي يعني أن المجتمع المدني لديه مشاريع لملاحظة العمليات الانتخابية هذه الملاحظات تندرج أولا على صبر الأراء وهذا لم يتم إلى حد الساعة حتى الإنسان يقدر يعرف على عينات مجتمعية باش يقدر يعرف تجاهة الناخبين وأيضا عدد الناخبين لأنها تختلف من منطقة إلى آخر حسب الجغرافية وحسب المصلحة وحسب السن أيضا حسب الجنس للرجال والنساء وغيرها من القضايا لأن الموضوع مش مربوط فقط بعنوان نقدمه وهل لديكم تقدير على نسبة معينة ستصل إلى درجة معينة أم منخفضة هذا ما هوش بشكل أنه الواحد يمده بطريقة سحرية هذا يندل بطريقة علمية مبنية أولا على صبر الأراء وهذا ما هوش موجود ثانيا على دور المجتمع المدني في الإصلاح الانتخابي باش يكون عنده موقع لملاحظات العمليات الانتخابية ونقصد بها انتشاره على مستوى الوطني معرفة السجل الناخبين اللي هو 24 مليون ناخب معرفة لماذا لم ينتخبوا عدد معتبر من الناخبين في المراحل السابقة هل تم استدراكه عن طريق مشاريع توعي الناس بضرورة تسجيلهم في القوائم الانتخابية واهتمامهم بالعمليات الانتخابية واهتمامهم بموضوع الدستور هل تم شرح بما يكفي من طرف المقتنعين بهذا المشروع التعديل الدستوري وتم تغطية 48 ولاية و1400 اكثر من 1400 بلدية ما هي الفئات المستهدفة هل الشباب هل النساء يعني كل هذه النقاط لو تمت نستطيع في نهاية المطاف اننا ندير خط كبير ونعمل يساوي ونقول والله فيه تقدير اننا نصل الى هذا العدد المتميز لكن دعيني نمشي الجانب السياسي نتكلمت على الجانب التقني لانه مهم جدا وبهنا يقدر السياسي ايضا تكون عنده المحصلة العلمية حول ديسونداج باش يقدر يفهم ايضا مع من يشتغل وكيف تدور هذه الحملات الانتخابية والحملات الستفتائية لكن هناك ايضا نقطة اخرى سياسية مهمة جدا وهي ترقب الجزائريين جزائريين ترقبوا كثيرا التغيير يعني الترقب بتاع الجزائريين انطلق منذ اليوم الاول للخروج في الحراك والمطالبة بالتغيير الان تشكل في تصوري محور لدى كل الجزائريين في اليوم ما كاش جزائري الان ما هوش مطالع على موضوع الدستور ما نتكلمش على التفاصيل التاع والتقنية ما هوش مطالعين عليه كخباراء لكن مطالعين عليه كمواطنين وكثير من الناس نتلقى بيهم في الشارع هناك من لا يشطلوك الرأي هناك من لا يشطلوك الرأي فيطار كل الجزائريون لديهم نسخة وربما يعلمون ما قد يتضمنه الدستور انا اتحدث على عنوان الموضوع ولا اتحدث على تفاصيل المضموعة انا اتحدث على عنوان اسألي اي انسان الان وسأل اعلام يفتحه في اي وقت يجد الحوار رحل على الدستور يدخل الانترنت يوجد سواء بالمعارضين او بالممتنعين او كل الافكار موجودة يعني فيه الان نقطة محوارية والاراء ترجع المواطنين انهم احرار في تقديم اراءهم يعني دعيني اقول ان النقاش الان سياسي اكتر هناك من يملك قناعة ان هذا الموعد الانتخابي الجزائري الاستفتاع الدستور مهم لانه سيحدث تغيير كبير جدا في البلد ويقدم اجوبة لاحتياجات الناس الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وهناك ايضا من لا يزال يترقب ويريد اكثر ضمانات واكثر ثقة لكي تحفزه بان يشارك اكثر ويقول انه والله انا في الحقيقة اريد ان يكون هناك تغيير اكثر في المورد البشري الذي يسير الواجهات مختلفة ماما رهاني استرجاع الثقة يعني الان يعني الان سمحي لي الاخت ويسامي اقول لك انه هناك جبهات عديدة مفتوحة جبهات بنات ثقة عرض الدستور كمحطة اساسية وقاعدية للتغيير في البلد بالنسبة للمحل القادم رهاني المشاركة القاعدة الاجتماعية للحكم يقول القاعدة الاجتماعية للحكم الاغلبية والمعارضة اللي هي موجودة في كل ديمقراطية العالم يعني هذه كل الثقات في توقيت واحد لذلك الاجندة في بعض الحيان لما تعود الاجندة السياسية اللي واحد يكسلها ويعملها ديكالاج اوقات تجد تدخل بين الناس يتحدث لك على الدستور يتحدث لك على الثقة وعلى المكافحة الفساد يعني عديد من القضايا كلها مجتمعة في توقيت واحد الناس كلها تملك هذا الوعي ولكن هناك ترقب للتغيير كما يقولوا العميق والحقيقي الذي سيضفي ديناميكية سياسية جديدة في البلد ديناميكية تبنى أولا على بناء ثقة جديدة مبنية على مورد بشري جزائري شبابي يملك هذا الكفاءة ليلج عالم السياسة وعالم السير وأيضا قدرة الاستجاب وكنت تكلم عن سير بيج هادي نختم بها سمحيني قدرة أيضا الاستيعاب وهذا مهم موش عيب قدرة الاستيعاب تحكل أراء الجزائريين حتى الذي يعارض حتى الذي لديه أفكار مختلفة نعم أنت في البلد وتقدم أراءك مختلفة قد تكون أيضا أنت كمشروع معارضة في يوم الأيام لأنك تصل إلى الحكم وهذا هو اللي عاود يرقي العملية الديمقراطية ويخرجها من تصادمية بيش ما يكونش فيها للشوك كومنوتير والأنسيتيشونال داخل البلد بين مختلف المكونات مهم جدا أننا نصل إلى هذه القدرة في حكامة هذا التحول الديمقراطي في البلد طيب أستاذ نوردين أتذرع الإطالة لا لا تقلق أستاذ سأعود إليك وإلى الأستاذ علي ربي جوان واصل بقية مجريات النقاش بعد الفاصل أعود من جديد متابعنا الكرام استكمال بقية مجريات حصة الحدث التي تأتيكم على المباشر من الأستوديو والمركزي للشروق الإخبارية إذن نستكمل وإياكم بقية الحصة التي هي في إطار دائما مسودة أو طبعا مشروع التعديل الدستوري والذي هو قبل وبعد ساعات قليلة دائما الحديث معك أستاذ علي ربيج الآن وكسؤال مهم بالعودة دائما إلى الإنزال الحكومي الحديث الآن وكسؤال جوهري هل غياب السلطة وغياب بالنسبة للطبقة السياسية أو طبقات حزبية وازنة طبعا في إطار هذه الحملة دفع بحكومة عبدالعزيز جراد إلى الخروج إلى الميدان لترويج الدستور أنا أعتقد أن التركيز الآن على ما يسمى بالمشاركة عضاء في الحكومة في ما يسمى بالحملة الاستفتائية والترويج لهذا العرض السياسي الذي هو الدستور الذي هو واحد من إفرازات الوصول السيد عبد المجد التبون الذي قدمه على أساس أنه مشروع ضمن برنامجه الانتخابي والضمن برنامجه السياسي أنا أعتقد مدام أي عضو في الحكومة قبل باش يكون في حكومة السيد عبد المجد التبون فهو يسكي بشكل بآخر أي هذا المصار وهذا البرنامج بمعنى أنه هو وضع نفسه محط اهتمام المواطنين بمعنى أنه يدفع نحو تسكية هذا البرنامج أو هذا المشروع ويطلب التصويت له بنعم أنا أظن شيء منطقي وعادي السؤال الثالي الشق الثاني في السؤال عن مصير وأين هي الأحزاب السياسية ربما واحدة من الأشياء اللي ربما أحدثت المفاجأة بالنسبة لي هي هذا الانخراق اللي كما قلت في البداية للحركات الجمعوية لأنا أظن البعض ربما شاف بأنها نوع من المنافسة للأحزاب السياسية لا أنا أعتقد أنه ما هيش منافسة وبقدر ما هي عملية تشاركية لهذه الجمعيات والحركات الوطنية والولائية اللي أعطات نفس جديد وأعطات صورة جديدة بمعنى أنه اليوم إذا رأنا نبني لديمقراطية ولكن هذه الديمقراطية في بدايتها هي الديمقراطية التشاركية الآن مسألة الاستفتاء الاستفتاء الكل معنى به ليس هو مسألة أو خضية حزب أو جماعة أو جيت لا هذه مسألة واهتمام رأي عام ومسألة تهم كل المواطنين وتكون تهم كل طبقات سياسية الغياب ربما كذلك بسبب أن بعض الأحزاب المعارضة رفضت هذا التيار وهذه خارطة طريق منذ البداية فوقفت ضد هذا المسار منذ البداية أحزاب الموالات شفناها انخرطت في الحملة الاستفتائية ولكن خرطت بنوع من الشعار اللي هو عودة المصالحة مع الطبقة السياسية ومع المواطنين بمعنى أنه شعارات رفعت خلال الحراك وجهت اتهامات هذه الأحزاب السياسية أنا نظن أن هذه الأحزاب خاصة أحزاب الموالات اللي كانت مثل الأفالان والأرندي وأحزاب أخرى اللي هي تبارك هذا المسار وهي تعمل على أنها تكون ضمن هذه المنظومة السياسية الآن اللي رأي تشتغل شافت بأنها فرصة للعودة ونقول لك أنها ربما إلى حد ما ناجحت في العودة على المسجد السياسي أصبحت الوسائل الإعلام الخاصة والعمومية تغطي نشاطات هذه الأحزاب السياسية هي التفاتة منها ذكية حتى تعود ترجع إلى المسجد السياسي البعض يلوم لهذه الأحزاب وربما يقول لك مدام هذه الأحزاب رأي تدافع على الدستور هذا شيء سلبي أنا نظن ما هو سلبي بقدر ما هو أن هذه الأحزاب السياسية شيئنا أبينا هي موجودة على الخارطة السياسية لا يمكن تغيبها وعندها وعاء انتخابي هذا الوعاء الانتخابي سيكون له كذلك جزء من المقولة التي ستكون في أول نوفمبر إذن هو مشهد الآن في حالة حركة وفي حالة تحول لهذا أعتقد أنه اليوم مسألة الإنزال الحكومي التي تكلمت عليها في البداية أنا نظن شيء طبيعي مدام وزير قبل باش يكون في حكومة السيدة عبد المجد تبون ويمشي يطبق البرنامج اللي هو برنامج الانتخابي من الشيء الطبيعي أنه يصطف في هذه الحملة الانتخابية ويرافع من أجل أنه نمشي إلى الانتخابات وشفت حتى وزراء أو شفت ناس شخصيات يطالبوا بالتصويت بنعم وهذا شيء طبيعي ولكن في المقابل كذلك كما تكلمت أنت على مسألة منصة التواصل الاجتماعي نحن نستمع إلى صوت آخر اللي هو صوت اللي يقول لا للتصويت على هذا الدستور هذا التدافع بالنسبة لي هذا التدافع السلمي الذي لم يتخطى أي حدود ولم يتجاوز أي أدبيات العمل السياسي بالنسبة لي إذا بقى في هذا الحدود فهو في كظاهرة سلمية وصحية لا يجب أننا نخاف منها بالعكس يجب أننا نستثمر فيها لمرحلة قادمة كما قلت في البداية طيب ربما هنا الآن أعيد لك نفس السؤال دائما في إطار إثراء النقاش الآن وطبعا في دائما في نفس الإطار وكسؤال ثاني في شق آخر الحديث الآن عن موحيد انتخابية مهمة وكبيرة طبعا تنتظرنا وتنتظر الجزائريون طبعا قبل هذا الاستفتاء وطبعا دائما في إطار إن كانت المصادقة بنعم على هذا القانون وهذا المشروع في إطار التعديل الدستوري هل يكفي هذا طبعا لإبراز أهمية هذا الدستور يقينا أن المكونات اللي رأي موجودة الآن في هذا الدستور فيها إجابات أيضا لخريط طريق مستقبلية لتحريك وخلق ديناميكية سياسية مختلفة على شق المختلفة لأن الحراك الشعبي مع الشباب اللي في الجزائر نادوا من أجل التغيير التغيير الآن راح في الفات كونسبتوية راح في الإطار المفاهيم اللي رأي موجودة الآن ضمن هذه الوثيقة الدستورية إلى غاية ما يفوت أو نوفمبر يصبح الموضوع قائم بذاته يصبح الدستور فهنا يستخدم فيه إلزامية تطبيق مواد الدستور ويقينا أن الموعد الثاني مع هذا الإطار المفاهيم الفلسفي الفكري لتسير شؤون البلد واللي أيضا يجاوب على قضايا حقوقية يجاوب على قضايا عديدة مضمن هذه الوثيقة الدستورية وهو العنصر البشري وأنه مهم جدا نركز على هذه النقطة لم ننحظ ديناميكيات كثيرة سياسية مهيكلة في شكل مجموعات أو غيرها الآن بدأت نتابع في فيسبوك مؤخرا منذ حول أسبوع بدأت بعض ديناميكيات تدعو إلى تشكيل أشكال جديدة لتنظيم يعني مختلف بين نشاطاء مختلفين عليش تكلم لك على النقطة لأنه مهم جدا أننا نصل إلى هذا التنفسية الفكرية التنفسية في البرامج أيضا والتنفسية أيضا المحينة مع الواقع الجديد يعيشه الجزائريين لأنه فيه واقع جديد الآن نوفل غيال يتيف عند المجتمع الجزائري وقدرة التمييز بين الأشخاص بين البرامج وبين أيضا الثقة التي يقدمها للشعب لهذه المكونات فإذا كان أيضا يعني النشاطاء أو الذين يحملون أفكار التغيير سواء كان داخل الأحزاب الكلاسيكية التي هي أيضا مجبرة على التغيير يقول مجبرة على التغيير في المناهج في الأشخاص في طريقة العلاقة مع المواطنين في معالجة الأخطاء التي كانت موجودة في أيضا البحث على إبداع جديد ليكسب ثقة المواطن وهي تشتغل أيضا في إطار هذه البيئة الديمقراطية لأنها يعني تملك حقها مثل بقية الناس الذي يملك قوة إزاحتها والشعب سواء عن طريق صناديق الاختراع أو أنه يعود يعطيها صفة الأغلبية للحكم فهذه العملية الديمقراطية ولكن تحدي الكبير أنا أرى أنه لا تزال هناك عملية تراوح في المكان بالنسبة للنشطاء وبالنسبة للمكونات الشبابية حول وجودهم كفاعلين في هذا التغيير السياسي المستقبلي أتمنى أن الدستور وقانون الانتخابات يحرر أكثر بعيدا على البيروقراطية وبعيدا على الإثقال بالإجراءات الإدارية تشكيل أحزاب سياسية وتشكيل أيضا مبادرات أخرى مدنية لهذه المرحلة القصيرة أخذها هذا الديناميكية لأن الإرادة السياسية للرئيس استطعت أن تقدم ضغط قوي جدا على الإدارة وعلى الحكومة بإعطاء وإلاء مكانة مهمة للمجتمع المدني كتوجيه سياسي وأيضا كتوجيه ومنتوج داخل الدستور لأنه في الآن مواد جديدة هذا بالنسبة للحكم في البلد ولكن بالنسبة للتداول كما قال سيربيج نعرف جيدا أنه الأحزاب عن طريق مواعيد انتخابية وعن طريق أغلبية لتصل إلى الحكم البرلماني هذا رواق تحا المجتمع المدني هو قوة اقتراح وسلطة موازية وأيضا هو يملك المقاربة يعني إنتاج المشاريع المجتمعية لتجاوب على لحظة بركة أستاذي لتجاوب على قضية التحديات الاجتماعية الاقتصادية التربية حقوق المرأة عنص المرافعة يقين أن هذه الإزدواجية في الخط ستشكل تقاطع للمساءلة للتقييم للمراقبة بين المكون السياسي وبين المكون المدني ولكن ولكن حتى سمحي لي عفوا يعني أعتذر بركة نكمل الفكرة في لحظات ولكن قد يكون أيضا للمجتمع المدني بروز قيادات مجتمعية تملك تملك القدرة على التجذر الشعبي ويراد لها من طرف المكون الشعبي أنها تصل إلى الحكم لماذا عن طريق القوائم الحرة أو عن طريق ما سننتظرهم من قانون الانتخابات القادم فنحن الآن أمام محطة مهمة وحاسمة للتغيير سواء في الأليات سواء في الفكر السياسي سواء في المراجعة السياسية للممارسات وأيضا للإبداع الإبداع لتفتح لجنس الشباب كيف يمكن أننا نبدع لكي نأخذ أولا زمام الأمور نشؤون التسير في البلد سواء على مستوى المحلي على مستوى الوطني أو حتى على مستوى الآداء الانتخابي ونتحدثوا مقبيل على سجل الناخبين ونتحدثوا على هل يوجد التثقيف الانتخابي بالنسبة للشباب هذه نقاط كلها إذا كان نحطها مجتمعة أنا بالنسبة لي تشكل أجندة مستقبل لأن التغيير قد يكون مفاهيم مضمنا في الدستور وتنتظر آليات تنفيذها عن طريق مشاريع قوانين وتشريعات وآليات ولكن هذا الفكر وهذه الآليات تحتاج للمورد البشري الذي يتفاعل معها وقد تبعث كذلك الهدوء للجبهة الاجتماعية طبعا هنا مقطة مهمة ربما سأناقشها مع الأستاذ علي ربيج الآن الحديث عن نتائج الاستفتاء طبعا في إطار الاستشراف دائما ربيج أن نتائج الاستفتاء ستساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في استقرار الشارع وهدوء الجبهة الاجتماعية لا أنا نظن مسألة الاستقرار وثبات وتماسك الجبهة الاجتماعية ليس فقط معلق إلا بالانتخابات أو ما باستفتاء أو النوفمبر فيه كثير من الأشياء التي تقوي هذه اللحمة الاجتماعية لكن بالنسبة لتعديل الدستوري هو كان مطلب من مطالب الحركة الشعوبية بهذا ربما لأنا وش قلت لك أي مرحلة أو أي مناسبة انتخابية أو أي مرحلة تمر علينا وتمر بسلام وبتوافق وبقبول الآخر وقبول الرأي الآخر دون أن نصل إلى مرحلة الصدام والصدام العنف بالنسبة لي أنا كمراقبة هذا شيء يجب أن أنا نستطمر فيه أكيد أن هذه المرحلة هي مرحلة حساسة ومهمة في تاريخ بناء الدولة الجزائرية بمعنى أنه اليوم هذا الذي نتطلع إليه هو أننا كيف نقطع مع ممارسة الماضي عندما نتكلم على دور هذه الجمعيات ودور هذا الفاعل الذي ظهر اليوم على أساس أنه مساند للأحزاب السياسية في عملية التحول والانتقال الديمقراطي الذي نناشده ونبحث عليه لكن يجب أن نفهم أن هذا التناسق أو هذا التماسق الاجتماعي هو مسؤولية الجامعة أنا نظن هذه مرحلة وفقت ما ينتظر فيما بعد الاستفتاء الأشياء الكثيرة لأن المواطن الجزائري اليوم هو إذا مشان الاستفتاء أو يمشي إلى بعدين إلى ما يسمى بالمناسبات الانتخابية رأي يمشي وهو عنده تخوف من الممارسة الماضية أو أننا لم نقطع مع السلوكات وعن الممارسة الماضية ولكن الذي يهدع هذه الجبهة الاجتماعية بالنسبة لي أنه فيه إرادة سياسية اليوم فيه إرادة سياسية نحو التغيير فيه إرادة سياسية لمواكبة هذه التحولات وفيه إرادة سياسية لتطبيق مخرجات الحراك ومطالب الحراك على أرض الواقع الحراك الجزائري المبارك الشعبي هو ناضل ورافع من أجل دولة القانون والعدالة واحدة من الأشياء التي ترسخ دولة القانون والعدالة هو النصوص القانونية وعلى رأسها الدستور هذا الدستور جاء بأشياء يمكن من خلالها أننا نبني لمنظومة عدالة حرية التعبير نبني منظومة الرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة هذه موجودة في الدستور لكن من يطبق هذه الأشياء ومن يجعلها تتجسد على أرض الواقع هي القوانين العضوية القوانين العضوية التي ستكون محل نقاش من طرف المجالس المنتقبة وعلى رأسها البرلمان أن نظن ما يأتي من بعد 1 نوفمبر هو أننا كيف نبعت بالرسائل التطمينية والتهدئة للمواطن الجزائري وخاصة فئة الشباب وخاصة هذه الجمعيات التي نشطت واستلمت الرسالة من طرف الإرادة السياسية والطبقة السياسية والهارم السلطة من خلال ماذا؟ من خلال أنه فيه إرادة اليوم أننا نمضي إلى التخيير من خلال فتح المجال وفرص لفئة الشباب والتي انخرطت ونوافق أنه ممكن لهذه الجمعيات أن تتحول كمشاريع لأحزاب سياسية وين المشكلة؟ عادي مدام خدتوا التجربة في هذه الحملة الاستفتائية يمكن أن تنتج لنا هذه الجمعيات أو هذه الحركات الشبانية أحزاب سياسية جديدة تنافس على الأقل الأحزاب التقليدية الكلاسيكية وأنا هذا نظن هذا شيء طبيعي لأنه انخراط الجمع في العملية السياسية انخراط الجمع وأن يؤمن الجمع بأنه التغيير ما يجيش التغيير بالنسبة أنك تقعد في دارك وتعلق أنك تقعد في دارك وتقاطع لأنه بعض الأحزاب السياسية شفناها دائرة في البرامج تحها وفي العقلية تحها المقاطعة المقاطعة في كل مناسبات المقاطعة مقاطعة مقاطعة لكن هذا منطق لأنك انت تتحاب تغير تغير عن طريق الفعل السياسي أنك تمشي وتشارك وتنتقد وتصل إلى مراكز صناعة القرار بالنسبة إلى المجالس المحلية والولائية والبلدية والبرلمان هي مراكز صناعة القرار ولهذا الدستور ربما في 30 ثانية يتكلم على أغلبية برلمانية ويتكلم على أغلبية رئاسية عليش ما نتوقعش أننا في البرلمان القادم سنكون أمام أغلبية برلمانية وينتكون الحكومة مخالفة لرئيس الجمهورية وتطبق برنامجها وتمشي نحو التغيير التي ربما تشوفوا أنه من ذلك ما تحققش على أرض الواحد من كلامك أفتح ربما ملف وأفهم أنه في تغيير ربما في خارطة السياسية مستقبلا طبعا بعد الاستفتاء والمصادقة على الدستور هنا ربما أعود للأستاذ طبعا نوردينة بن براهم والحديد دائما عن المشهد السياسي والحديد دائما على دور المجتمع المدني وهو ما كان قد تحدث عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحتى بالنسبة لأعضاء حكومة عبد العزيز جراد وفي معظم خرجاتهم الميدانية في إطارية تعديل الدستوري والترويجي له ودور المجتمع المدني المهم طبعا وإبرازه في مشروع التعديل الدستوري أنت ربما الآن كممثل عن المجتمع المدني وكرئيس لجمعية وكناشر في المجتمع المدني لا أملك العهدات لا أمثل هنا بيالأستوديو فقط شكرا أنا كرئيس طيب أستاذ الحديث عن توقعاتكم للخارطة السياسية مستقبلا بعض المصادقة على الدستور أنت ماذا لك طبعا أنا أترقب أن تكون فيه ديناميكيات قيادية داخل المجتمع الجزائري خاصة من طرف الشباب المجتمع المدني في عمومه الآن كله يستقطب الشباب سواء القيادات في شقها الاجتماعي في شقها الاقتصادي ودعيني أقول لك بكل صراحة يعني لزانجو الرهانات اللي أنا أفكر فيها كناشط المجتمع المدني أنا على يقين أنه الآن نحن في ديناميكية هذا المضمار المضمار السياسي الداخلي الجزائري نعم سأوتين بسرعة جدا نتحدث الآن على الرأي والرأي المخالف الذي يصوت بنعم والذي يصوت بلا الذي أعجبته منهجية إعداد دستور والذي ما أعجبتهش هذه كلها نقاط جزائرية جزائرية وتشكل في نهاية المطاف حديث حوار مبني على الحرية لكن الرهانات الحقيقية الأخت ويسام إذا سمحتي لي مهمة جدا وهي رهانات الحياة اليومية الجزائرية في شقها الاقتصادي وهنا نتحدث على المجتمع المدني الذي يجب أن نطبق مبدأ التمكين المجتمع المدني يعني التمكين المجتمع المدني مش فقط في منحه موقع في الدستور نعم أنا عجبتني كثير هذه تعديلات اللي جاءت صالح المجتمع المدني ولحد تعطيله مساحة وفضاء أولا مبني على الحرية والثانية مبني على المنتوج رح ينتج المجتمع المدني ماذا ينتج بمقارنة مع التحديات القادمة التحديات الاقتصادية رح يكون كبيرة في الجزائر أنا أتحدث مع الوعي تعالجزائري اللي يعرفوا كلهم أننا بلدنا مبنية على مداخل النفط وسوق النفط متذبذبة وأيضا اقتصادنا يحتاج وقت باش يعاود ينطلق ويعاود يقدم الأجوبة لملايين الشباب للآن خارجين من الجامعات ينتظروا أجوبة وأيضا نعيش تحديات على الحرقة لهجرة غير شرعية ليأس في نصف الشباب يقين المجتمع المدني بالمقاربة الحالية الجديدة عنده دور في المقاربة التنمية واقتصادية المقاربة التنمية واقتصادية لا مهم هذا النقطة لأنه هذين ينتظرواها الناس ينتظروا الأجوبة الحقيقية تحدثنا على النقاط بالمتعلقة بالدستور بالمفاهيم بالإرادة السياسية بالتحول بتاع البلد بالمعادل الانتخاب بتاع أول نوفمبر بالرأي والرأي المخالف بالما الذي يريد أن يصوت بنعم أو لا ولكن نتحدث أيضا عن ما بعد أول نوفمبر هذا مهم جدا أن الجزائرين ترقبون أجوبة لحياتهم اليومية أنا قلت لك الشق الاقتصادي ربما سيكون مش ربما يقينا سيكون المحور الرئيسي لحديث كل جزائرين خلال السنوات القادمة علاج شائحة كورونا ولسنا ندري أيضا ما علاقتها والتصاقها بأحداث أخرى قد تكون مذرة بالاقتصادية المختلفة وأخيرا كيف يمكن أن نزرع الأمل من خلال كل هذا الديناميكية السياسية والمدنية لتغيير وتحسين أوضاع الناس اليومية في البلد هذا هو أعتقد التحدي الكبير اللي رح يخلينا إن شاء الله نديره مرور آمن هادئ غير عنفي يمكننا من إحداث تغيير الجزائري الجزائري تعنا منتوجنا وهذا مهم جدا لخلينا أيضا نبقى على يقين أننا نمر إلى بر الأمان إن شاء الله طيب هذا ما نتمنى أستاذ نوردين بن براهم وطبعا أعود لي الأستاذ علي ربيجو ككلمة أخيرة في عجلة نوجهها لمتابعين الكرام عبر منبار الشروق الأخبارية أنا الكلمة يعني كما قال نوردين أننا نريد أن نمر ونمر بشكل آمن وهادئ ومستقر وأن تكون هذه المرحلة التي سندخل فيها مرحلة جزائرية جزائرية ننبذ ونرفض فيها أي تدخل خارجي أي إن كان هذا التدخل الغارجي التدافع الذي نريده التغيير الذي نريده الإصلاح الذي نريده والدولة القانون والعدالة التي نريدها هي الدولة جزائرية جزائرية لا لأي إن كان أي طرف كان يريد أن يتدخل فهو مرفوض جزيلا شكر لك أستاذ علي ربي جنتك أستاذ العلوم السياسية بالمدرسة العلية للعلوم السياسية وكمحلل سياسي شكرا لك جزيلا شكر أستاذ نور الدين بن برهمتك رئيس جمعية أضواء رئيس رئيس الحقوقية أضواء رئيس للديمقراطية حق الإنسان جزيلا شكر لك على تحليلك ونقاشك معنا عبر شاشة الشرق نيوز شكرا لك متابعينا كرام بهذا نكون قد وصلنا لختام برنامج الحدث وكنا قد نقشنا الإنزال الحكومي في إطار الترويجي لمسودة ومشروع تعديل أسمى وثيقة بالدولة الدستور الجديد سلام عليكم